في المزيد حول ما تقدمه هيئة الهلالة الأحمر يلتحق بنا مراسلنا عبدالله الخرجي من جدة أهلا بك عبدالله معنا أين تتواجد تحديداً وما هي الدورة التي تقدمها هيئة الهلالة الأحمر لإجراءات ما قبل وصول الإسعاف في البداية مساء الخير عليك حسن ومساء الخير على مشاهدي قناة الإخبارية بالفعل حسن نتواجد داخل الإدارة العامة للهلالة الأحمر في منطقة مكة المكرمة هذه الإدارة المعنية بعمل الرصد للمؤشرات الأداء الخدمات الإسعافية داخل هيئة الهلالة الأحمر السعودية والتي تعمل بشكل مستمر على وضع هذه الآليات بشكل جيد وأيضاً مراقبة مؤشرات الأداء وأيضاً كيف عمل الفرق السعافية في الميدان وأيضاً كما ذكرت كيف يتم من خلال الرحلة للبلاغ كيف يتم إيصال هذا البلاغ بشكل مناسب والتواصل مع مقدم البلاغ ليكون هناك إن شاء الله خدمة مميزة لصاحب البلاغ الحديث بشكل مفصل عن مؤشرات الأداء في الهلالة الأحمر السعودية سعنا نستضيف الأستاذ عيسى الزغيبي وهو مدير الترحيل الطبي في هيئة الهلالة الأحمر في منطقة الغربية في البداية أستاذ عيسى أهلاً وسهلاً بك على الإخباري وعلى نشرة النهار لو تحدثنا عن دوركم أنتم في استقبال هذه البلاغات وأيضاً العمل عليها وكيف هي متابعة هذا البلاغ إلى حين وصول الفرق السعافية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رسالتنا دائماً في هيئة الهلالة الأحمر الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة من خلال هذا المبدأ والمنطلق تم تسخير التقنية للاستفادة من إيصال الأهداف المرجوة ومن تلك التقنية التطبيقات والأدوات المساعدة ومن خلالها مؤشرات الأداء للخدمات الإسعافية التي تراقب الأداء الفرق الإسعافية بكل احترافية بحيث تطوير أداء الفرق الإسعافية بداية من اتصال طالب الخدمة الإسعافية هناك مصادر عدة لطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال الهاتفي بالرقم 997 عن طريق التطبيقات تطبيق أسعفني كذلك الآن أضيف مؤخراً تطبيق توكننا بإمكان إرسال نداء استغاثة عن طريق تطبيق توكننا زي ما هو وضح قدامكم الآن شاشة القياس الخدمات الإسعافية المقدمة دائماً نحرص على أساس استغلال الوقت في وصول الخدمة الإسعافية في وقتها الآن مؤخراً تم تأهيل دفعة مستقبلي أو مرحلي البلاغات في غرفة العمليات الهلالة الأحمر بحيث تقديم النصائح الطبية والإرشادات الطبية قبل وصول فرقة الإسعافة الهلالة الأحمر إلى طالب الخدمة الإسعافية لو تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل سريع كيف يتم تقديم هذه الخدمة يعني كيف يستقبال البلاغ وأيضاً متابعة البلاغ إلى حين وصول فرقة الإسعاف طيب خلال طلب الإسعاف عن طريق التواصل الهاتفي 997 هناك مقدم الخدمات الإسعافية أو مستقبل البلاغ بإمكانه تقديم إرشادات طبية لحالات الحرجة أو المهددة للحياة من خلال نصائح طبية معتمدة بحيث يتم تقديمها لطالب الخدمة الإسعافية والتي تقلل بإذن الله الأضرار بشكل كبير إلى حين وصول الفرقة الإسعافية الموقع الحالة الإسعافية طيب لو أردنا أن نعلم أو نعرف كيف يتم مساعدتكم أنتم من خلال تقديم أيضاً مبادرات أو جانب توعوي لأيضاً توعية المقدمي البلاغات أن يكون هناك لديهم أي فكرة عن الإسعافة الأولية إلى حين وصول الفرقة الإسعافية نعم التوعية دائماً تساعد في الحفاظ على الأرواح كذلك في وجود مسعف أو شخص ملم بالإسعافات الأولية في كل بيت بيساعد بشكل كبير في الحفاظ على الأرواح نحن الآن في تدريب الهلال الأحمر في مراكز التدريب المعتمدة لدينا دورات طبية دورة الأمير نايف المقدمة بالمجان للعامة بإمكانهم التسجيل عبر الدخول على موقع تدريب الهلال الأحمر على الإنترنت كذلك نناشد الجميع بأخذ هذه الدورات للاستفادة منها وتقديم الإسعافات الأولية سواء كنت في المنزل أو كنت في موقع حادث بإمكانك تقديم خدمات تساعد بإذن الله على الحفاظ على الأرواح كذلك دائماً رسالة نحاول نوصلها لجميع المواطنين والمقيمين ومن يشاهدون البث الآن دائماً خلينا هو الاتصال تسعة تسعة سبعة خلي أول اتصال شكراً لك أستاذ عيسى ألعب فحيح كما شاهدنا حسن من داخل الإدارة إدارة قياس مؤشرات الأداء الإسعافية كما ذكروا أستاذ عيسى خلينا أول اتصال في حال وجود أي أمر طارئ يكون هو الهلال الأحمر الشيء الجميل أيضاً حسن في مؤشرات الأداء أن هناك أرقام مميزة لا تتعدد دقيقة واحدة من ذو استقبال البلاغ وأيضاً ترحيله والعمل عليه وأيضاً وصول الفرق الإسعافية بأسرع وقت ممكن لتقديم هذه الخدمة بشكل مميز هذا برزما لدينا حسن والعودة إليك ترجمة نانسي قنقر